اشتركوا في القناة اعطت وزارة الداخلية تعليمات صارمة الى رجال السلطة المنتشرين بكل المناطق المتضررة من الزلزال بمنع اي مساعدة للمتضررين تحمل رموزا سياسية للأحزاب بهدف الدعاية المجانية لهؤلاء الأحزاب وقامت السلطة المحلية بمنع قافلة لحزب العدل والتنمية تحمل شارة المصباح في الشاحنة التي كانت تحمل المساعدة الانسانية بالرغم من التدخلات السياسية لدى السلطات ووفق جريدة الاخبار جاءت تعليمات المنع هذه تجنبا لاستغلال المساعدات لاهداف انتخابية وهو ما حرصت وزارة الداخلية على تجنبه منذ اليوم الاول من الزلزال الذي ضرب عدد من اقليم مدن المملكة مخلفا خاصة اربشرية ومادية كبيرة من جهة اخرى اكد ذات المصادر ان الكثير من الحزاب السياسية سهمت في ايصال المساعدات للمتضررين الى المناطق المنكوبة لكن دون اشارة للهوية السياسية